السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحلة الحصر من المراحل اللي كانت تاخد وقت كثير جدا لما كنا نشغل في اسلوب الكاد بس لما بدأنا نستخدم اسلوب الكم أصبح الجداول بنعملها قبل لما نبدأ شغل تبع الجداول موجود في التنبيلات جاهزة ورد ان احنا بس ايه بنبدأ نشغل عليها او بتبدأ بتعمل الشغل بتاعك هو واطماتيك يبدأ يمليلي الاسكادول طيب ازاي فتح الاسكادول هتيجي هنا وتقول له نيو اسكادول هتلع لك القائمة ديت نيو اسكادول نيو جرافكا الكولوم اسكادول خاصة بالانشاء ايه نيو متريل تيك اوف نيو شيت نيو نوت بات نوت بلوك نيو بيو لست وهكذا طيب خلينا نبدأ في اسكادول وان شاء الله هنتكلم على الباقي بالتفصيل او من قائمة بيو هتيجي هنا وتقول له انا عايز اسكادول فتطلع لك قائمة وشبه للقائمة الفاتية طيب اقول له انا عايز اسكادول نبدأ نخصر ايه نبدأ نخصر مثلا الول طيب انا لو نخصر الول خلينا عمس الف على اي وال دي محطوطة على فيس وان يعني فيس وان تسعب بيبقى عم نشغل على اكتر من فيس فممكن تكون تحصل شوية شغل على فيس وان في شغل على فيس وان وهكذا الفيس والحاجات دي بتحكم فيها من قائمة منش هتلاقي الفيس تقدر تقول له مثلا ان الفيس سري دي لأ خليها جد مجمع على اللعبية ده بفرض يعني ان انت ما عندكش اصلا فيس طيب ان ده ما كتل تندر بسهولة لما تجي تقول له بريفيس هتلاقي بياخد وقت لان شغل كله موجود في فيس وان تمام؟ عشان كده هو بنقل الشغل كله من فيس وان للمرحلة اللي قابلية عكس فيس سري وفيس دو ما كانش فيهم شغل ليه الموضوع دوت انا اتكلمت فيه للمساعات تجي تقول له اعمل حصر ويطلع لك فاضي ليه لان ان انت حاط شغل على فيس غير الفيس هتلا هو بيحصره طبعا اكسيستنج دي لو فيه اي حاجة مبنية من قبل كده طيب هو قابل رسالة انا اضطلو cancel لان انا مش مش عادة يدخل فيه متاها وبدأ يدمك وبدأ يشوف اذا كان فيه مش قبل انا عايز ان يبقى هي فيه سوان هي دي اللي حشان فيها هقول له اوكي وابدا اقول له انا عايز الحصر بتاعي بيو هدخل على ال schedule وقول له schedule عايزين نخصر مثلا الحوات فهقول له world هيقول له schedule هيبقى اسمه world schedule تمام طيب اللي بعد كده بيقول انت عايز تعمل schedule building component تقريبا كل الشغلة تاعنا على دجا schedule key هنجلها تمام يعني هي لها استخدام لها استخدام ايه ان انا بنظم الشغلة تاعي فهنجلها بعد شويه يعني تمام خلينا ناخد الحاجات قاسية الفيس فيس وان لو قلت له دي ما هتلاقي شغلة كله ماضي هقول له اوكي بيقول له ايه الحاجات اللي عايزها ممكن تظهر معك في ال schedule دي كلها الحاجات اللي موجودة في ال world فممكن تيجي كده تقول له مثلا انا عايز ال count عايز مثلا ال width عايز ال volume عايز ال type name ال type mark من الحاجات المهمة جدا اللي بتنظمني شغلة تاعي عايز top offset مثلا عايز ال length تمام عايز ال far rating عايز مثلا نبدو تشوف ايه الحاجات اللي عايزها base offset هل في عندنا level بعض المشاكلات اللي موجودة وبعض المشاكلات اللي موجودة بعض المشاكلات اللي موجودة تمام طيب هنا بيقول له include element in link يعني لو انا سحب ملخ link يبدأ يحصر لي الملخات اللي موجودة جوبي select available ال wall ممكن تاخد حاجة من دول تدوس عليها مرتين تظهر معك هنا تمام في الانالاتك في ال project information لو انت عايز معلومة من ال project information طيب ما انا مبدئيا هو كل اللي انا عايزه موجودة هنا في ال wall وهناخد الحاجات اللي جاية ديت الفلتر والسورتنج والقوام ديت بعد شوية تمام؟ هقول له ok هيبدأ يعمل لي الجدول بالشكل دوت زي ما هشوفين type mark مفيش اي معلومة مفروض انت اللي بتحط المعلومات في fire rating تبدأ تقول له مثلا دي ساعة دي ساعتين مثلا بيقول لي ايه انت لما غيرت هنا اتغير كل ال type يعني انت مفروض ان ال fire rating دي معلومة موجودة في type بيش انستنس يعني موجودة في ال edit type بيش موجودة في ال انستنس فلما انت غيرها هتغير في كل بيقول له ok فبيبدأ يشوف كل الحوائط اللي متشابهة وبيبدأ يديها نفس الحاجة طيب دي حياتها مختلفة عدد الحوائط في المشروع ده بيش كتير ممكن تقول له مثلا خليها اثنين مثلا فيبدأ يزبط بالشكل دوت تبدأ بقى مثلا هنا تخليها مثلا واحد ونص حسب الجدول اللي عندها طيب الجدول دي فيه مشكلة عددين نبدأ نحلها ان هو جايب لي كل حتة الوحديها بالشكل دوت لأ ده انا عايز يقول لي عدد الحوائط مثلا دي او كذا يبدأ يجبهم لي عايز يبدأ انظمهم انا مش هطلع جدول بالحاكم دوت كل حتة في سطر او عندي بواب هحط له كل باب في السطر ولا هابدأ اقول له مثلا النوع معين مثلا يبقى خاصة بتاعته طيب فانا هاجي هنا في شوفنا في بعض الحاجات انا نتكلم معانا بعدين الفلتر بقول الفلتر للحاجات انا مش عايز كل المعروبات دي دي انا عايز الحاجات مثلا اللي فيها الفير ريتنج التاحة مثلا واحد الفير ريتنج اقوال يبقى اللي واحد مثلا اوكي فيبدأ يعمل فلتر ويقفي لي باية الحاجات تمام خلي بالنفس هاي موجودة تقدر تغير الفير ازاي ما انت عايز طيب هنا اقول له شوف complete يعني اضغر الحاجات طيب ممكن تقول لا انا في عايز الفلتر طيب السورتنج عند جروبنج فيه حاجة مهمة قوي اسمها اتميز افري نسسنس يعني ايه يعني حطيه كل حاجة في سطر واحدة طيب انا اقول له اعمل لي جروبنج باي فامل عند طيب وهشيل العلامة دي اوكي كل طيب بقى موجود في سطر الواحدة فبقى سهل جدا ان انت عايز تغير معلومة تبدأ تكتبها هنا يبدأ هو هيغيره لك مثلا طيب مارك مثلا خلي الده مثلا typ one خلاص نعم اه يقفش بقى في البعدية مثلا وكسه فبسهل ان انت تعدل المعلومة طيب هنا ال volium اختفت ليه ال volium اختفت لان ال volium اختلف من حاجة لحاجة يعني هنا عندي كسه volium فهو شقدر بيه اتنين وثلاثة واربعة لا راح اخليها مخفية هنا حطة واحدة فقدر اكتبه الرقم الواحد وهنا حطة واحدة لوحاتين بيتلغبط خلينا اجي هنا في edit ونرجع ل sorting وممكن اقول له فوتر تحت خالص كده اكتب لي الكون ممكن تقول له grand total يبدأ يجيب لي بالشكل ممكن تقول له انا عايز هنا مش عايز الفوتر هنا وممكن تعمل بلانك غاية النوع وهنا هترتب من الكبير الصغير ويمكنك مصوره Leak هتركبichten اكتب لون بلانك غاية لانة وأراد أخرى المهمة المهمة نق Sauber اللككان م writer وطلب كنديشن وفي الوسط وهكذا. في عندي فورمات يعني بابدأ اقول له في شرط معين لو تحقق ادي له معين. يعني اقول له مثلا لو الرقم ده اكبر من جريت زين مثلا خمسة. ادي له لون احمر. اوكي فانا اديته شرط طيب. خلينا نبدأ نشوفها. خلينا نقول له انت معيز. اهي فهم في حاجة تهيت بدأت تيجي تشوف هنا. تلاقي الرقم ده اكتر من خمسة. اللي هو ده الحداشر. العشرة السابعة السابعة التسعة. فبدأ يدي له لون احمر. طيب نرجع تاني. اهو. بتقدر تغير القاعدة دي او تقول له كلير قول وتمسح الحاجة دي. طيب. ممكن تقول له كالكوليشن. يعني كالكوليشن يعني الرقم مثلا الفوليوم دوت احسب لي التوتل. اوكي. بس ده محتاجة بقى ان احنا نشيل علامة من ادميز افن انستنس. او الفوليوم كان لما بيلاقي اكتر من الرقم كان بيسيبه. كان يسيبه فاضي. لأ دلوقتي بدأ يجمع لنا الارقام. مش هكذا بطي. طيب. لو احنا دخلنا في الفوليوم هتلاقي الفلد فرمات التي تستطاحت معي. دي خاصة به. تمام? ان انت عايز تستخدد نفس وحدة الكياس ولا عايز تغير. ممكن تقول له لا انا مش عايز بتبدأ تحدد وحدات الكياس اللي انت هتشغل عليها. طيب. نخش بقى على ده بيقول لي الشكل. الخطوط نفسها هتبع عاملة ازاي? والتيكست هتحط الطايتل هتحط الهدر ويقولك الطايتل هيبقى بذا احنا عايزين نحط الحاجات دي في الشيت. نحن عايزين نحط الشيت. هجي هنا. وقول له نيو شيت. وابدأ يقول له انا عايز حمل شيت. الشيت هنا اسمه تايتل بروك. فتبدأ تشوف الفاميلي. فقى هقول له انا انا عايز هنا title block تبدأ تشوفها الماسل اللي انت هتشارع عليه A0 و A1 زي ما انت عايزي و هتقول له open دلوقت تقدر تسحب اي لوحة مثلا الوحة دي هتقدر تسحبها وتحطها في الوشيت بالشكل دوت طيب لما حطناها في شغل كتير جدا عايزين نبدأ نلغي بعض الحاجات عشان تبقى اللوحة او ال view اللي ده نحط جوه شيء طيب هدوس مرتين عشان ادخل او ادوس على active view عشان اقدر ادخل جوه طيب في الزلال والشمس والحاجات دي كلها طيب نقول له عايزين نوقف الحاجات ديات الزلال والوحة اللي 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 هو انت عايز له اعمل شغله لا فش مشكلة طيب عايزين بس ايه الحاجات اللي براه اللوحة اللي نستغى عنها فممكن تقول له ايه أنا عايز ااا تشوف في نيكروب يو تمام اللي هو دالفلور في نيكروب يو اللي هو دوت هنقدر نصغر دلوقتي ببساطة فعلت الانوتوش هنكروب عشان نشيل الحاجات اللي هي برا الوحة بعد كده هدوس برا وبعد كده اسحب دوت عشان نحطه في البيشيت طيب بالدلوقتي انا عايزين نحط الاسكادول عندنا والاسكادول هبدأ اسحبه ونحطه بشكل دوت ها هي دي زي ما انت شايف محططها رأسي زي ما احنا عملناها تقدر من المقابل دي تبدأ تسحب دي خليك تسيم جدول لنصين بالشكل دوت ولو عايز ارجعهم هتسحر ده كده ويترجعوا هنا يبدأ يشوفوا الجدول حتة واحدة عايز ادخل للجدول تاني همسك كده وروح دايس لمرتين عشان اقدر ادخل جوه الجدول طيب لو انت دست هنا وعايزت يعرف مكانها فين هتقول له هايلات الموديل هيبدأ يعمل لك زوم عليها في قلب المشروع تاعك تمام اهو بعمل لك سيليكت على العناصر اللي انت عايزة خلينا نرجع لي الوول اسكادول خلينا ناخد بسنا الحواط واحد في قلب الموديل هيبدأ يعمل لك زوم عليه واتدغط له شوق تاني بحيس يورو لك في مكان تاني وهكي اسحب يقول لك هفتح فيه جديد فاقول له ماشي فيش مشكلة بالموديل هو قدر يعمل سيليكت على الحوط نرجع لي الوول اسكادول بشكل دوت هتلاقي ان انتدار تعمل تعمل كالكوليتد ويكمبين برامتر هنشوف معناهم دلوقتي انتدار تعمل انسيرت لكولوم تقدر تضطر بقى الحاجة انت عايز تضيفها مثلا عايز ازود الكوست بشكل دوت يبدأ يضيف لك الكوست تقدر تعمل دليد لكولوم بكل حاجة خاصة بكلوم تقدر تعمل رسائز تقدر تعمل هايد اخفاء يعني هو موجود بس اما اخفي ممكن تقول له انا هايد اول فا يبدأ يسرون لك كله تقدر تجمد الهيدر لو انت حابب تقدر تعمل شايد بشكل معين تمام اهام عايزون نشوف ايه هي كالكوليتد وهي كوبان برامتر هدخل هنا اول واحدة وهقول له انا عايز اضيف برامتر جديد هيبدأ يديني انه اخطار لما بروجيت برامتر وده بيزهر فيه الاسكادول بس ينظرش فتاجات وشيرد برامتر ده بيبقى ملف تاكي استفاوضي خالص برا المشروع الريفت واسم شيرد برامتر لان ان انت تقدر تشتغل عليه في كل المشروع بتاحتك يبقى هو واحد بس للشركة وكل الناس شغال له عليه تمام ده هيشتغل في اكثر بالمشروع وتقدر برضي يشتغل مع ال او دي بي سي وبيزهر في الاسكادول وي اتاكي طيب لو اضطلو برجوكت برامتر و اضطلو مثلا اكس دي معلومة عادينها مثلا عن المصنع مثلا هتكتب له بقى نوع الحاجة دي هاللي هي حق سبتا كيف ستركشور كومن عبارة عن تيكست هيبقى طيب ولا نستنس طيب بيبقى لما هتغير في نوع هيتغير كله نستنس يبقى واحد وحد هكذا في المعلوم اضطلو انها طيب ظهر المصنع ديس اوكي هيبدأ يظهر هنا وبتقدر تكتب اي حاجة انت عينها لينوس اي حاجة دي انا جيت هنا ودخلت تاني وشفت بقى اللي بعديه كالكوليت البرامتر كالكوليت البرامتر بتبدأ بقى تحسب الحاجة اللي انت عايزها فاول حاجة بتحددها اسم الحاجة اللي انت عايزها ويجبكم مثلا نحسب حاجة قصة بالفوليوم مثلا مثلا فيه درابة فرد على حاجة فبيقولك 20% واحد في المية على المساحة عايزين نشوف من المساحة المفروضة بخضرة دي اي حاجة تعايز تحسبها تمام؟ الـVolume او الـArea او اي حاجة اقول له بيه طبعا ده جدول حوائد فمثلا هتحسب تشتباط مثلا تمام؟ هتقول له مثلا تشتباط هتقول له بيه مثلا عبارة عن الـArea مثلا احنا عندنا هنا الـArea الـVolume او الـVolume هتقول له مثلا احنا عايزين نحسب الـVolume في 1.2 يبقى هو Automatic اول ما عليها الـVolume يدربه 1.2 اوكي هبدأ شوف الـVolume وهدربه 1.2 لما يدربه 1 يبقى هو حاجة ليه رقم 1 لما يوجده أكثر من رقم يسقط يبقى أنا حاجة هنا وقول له الـV انا عادي بحسب ليه طبعا انت ممكن تحسب الـTotal ممكن تحسب أقل رقم ممكن تحسب الأكبر رقم ممكن تقول له حسب لي المنمم و الماكسمم كما انت عايز بعد أين هنروح الـCombined Perlante كما انت ممكن تقوم بكي واذا بسيط أن تطلب أكثر من حاجة مع بعض مثلا الـArea مع أماسك عادي ساعة ببيع إسم الباب يتكون من أكثر من حاجة فانت عادي ستجيب من كلهم فأنا هدى مثلا اخد المارك مع اسم الموديل مع التقى este comment وحبت فعلت اسم الباب يتكون من مقاتر فانت بتبدأ تحط مثلا الحاجات اللي انت عايز تقوم الاسم منها تقول لك تعايز تفصل منهم بايه وكل ما قابليها وكل ما بعديها هو اسم البرانتر ده ايه تمام طيب هتديه مثلا نوع هتديه المارك هتدي مثلا موديل هتدي الطيب البرانتر ده ايه البرانتر ده ايه اوكي اوكي ما اعتردت الشرح خط الاسم وكتبه بشكل خط ده اوقات بقى هنشوف مثلا نعمل جدول تاني schedule new schedule وهنزل هنا بقى اشوف مثلا نخليه نشوف الرو نجد تقالب نفس الفكرة فمده انت عملت schedule هتلاقي كل زي بقى هقوله اوكي بيقول لي ايه اللي انت عايز تشوفه طب اعنى شوف base finish base offset steering finish السلور finish الور finish الور finish volume اعنى شوف مثلا الاسم والنمبر طبعا انهم والنمبر دول اهم حاجة هعمل نسيلكت عليهم هو الروح حصيصهم هو بالشكل دوت وقام بإضافة وقام بإضافة بإضافة معي بالشكل دوت وانت تقدر هنا تختار اللي انت عايز من يعني انت مثلا ما عايز base finish بتاعك ايه بقى تبدا تقول له مثلا 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 m3 مثلا تمام وهنا m6 مثلا طبعا بقى يخذ منك وقت عشان تم يعني خلى بلاك النوم هنا مثلا فيه واربك كيرا اسمع نوم فتاخد وقت كتير عشان تنميه طب انا ممكن اعمل ايه هاخد plan of edit وقوله sorting and grouping وقوله red tab name وشير علامة optimize بكده كل غرف في المدخل الرئيسي مرة واحدة هديها مثلا M7 خلاص مرة واحدة غرفة الحارس مش حارس نفسه لأ الغرفة بتاعته M5 مثلا وانت سهلت عن نفسك كتير جدا في ان انت تكتب المعلومات طيب دلوقتي عايز سهل عن نفسي اخلي الحاجات automatic فاجي هنا في schedule وقوله new schedule واختر room المرة ده هقوله schedule key واقوله خلي ده مثلا room style أو room finish وقوله يقوله ايه الحاجات اللي انت عايز تحطها اقوله انا عايز احط ceiling floor finish دول finish تمام اوكي هنا هقوله بقى ايه ان انت عايز تضيف insert data row بشكل دوت اجي هنا هقوله الـ key name مثلا نوم تمام ده البز finish مثلا خشب ده يبس board ونقومل وOWN ونخطر الـ key name ونقضي الـ key name ونقضي الـ key name الـ key name لو انت عايز ترجع الحاجات بقى زي ما هي اقول له اعمل ادميز و تعالى مثلا نخش على ايه غرفة من الغرف اللي هي بتاعت النوم طيب انا عايز اجي هنا و اقول له ان انا عايز اضيف حاجة اللي هي روم فنش تمام هبدأ اضيفها هنا و اقول له اوكي هنا مكتوبة كله ضمن بس لو جيت هنا و قلت له روم اوتوماتيك هيبدأ يحط لي كل المعلومات الخاصة بالبرامتر دوة فلو جيت هنا لي روم ستايل و قلت له مثلا هنا دي غرفة نشوف ايه الغرفة المنتشرة موزع اللي هي المكان اللي فيه اللي غرفة تفتح عليه موزع مثلا اهو و هتقول له مثلا من الفينش بتاعك تبدأ تشوف ايه الفينش اللي انت عايزه مثلا الماتيريار ديت السيلينج ممكن تقول له مثلا جبس سين بورد ستين مثلا موزع 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 نوع من انواع تشتبوات نوع من انواع كذا اي حاجة انت عايزه يعني انت بش مرتبط بان انت تسمي دي بقى سامي الغرفة بس نعملها عشان نسال على نفسي مجرد بس اتيجي هنا تقول له نوم و بفرد ان الغرفة دي من خلال الرقم عرفت انها مفروضة تبقى موزع مثلا تاخد نفس الماتيريار دي خلاص تحطها يبدأ هو حوطه لك دي بس مدام عملت انت الاسكادو الكي ما تقدرش تلعب فيها بعد كده ما تقدرش تجي التعدل هنا ليه خلاص هو بقى تبع الحاجة دي عايز تغير لازم تخليها نوم تختار انت بقى ايه مانيوان فدي من الطرق اللي بتوفر علينا وقت كتير جدا في المعلومات دلوقتي انا عايزة اخلي البيس فنش مع السلينج فنش مع الدور فنش كلهم مع بعض فاشوف ايه الحاجة اللي بينهم وهبعدها اللي هو البيس قصيت وبعد كده هبتعم السلقة على العناصر اللي زي بعض ولا هنا جروب فهي بجي يعمل لي خينة فوق بتجمعهم كلهم وليقوا مثلا دي الفلشات بشكل كده فتقدر تنظم الجدول ممكن مثلا دول كلهم كده بجيعملهم جروبين جتيني وهكذا طيب دلوقتي بجي نرجع للسكادول ونقول له ده بجي يعمل لي جدول انشائي بش الغرب منه العد وانما تنترف مثلا ان العمود ده مكمل لحد فين واشكال للعمده اللي موجودة في المشروع طيب ده خاص بانشائي فمشان نتعمق فيه بس هو بيبقى ممتاز جدا ان انت تشوف الاعمده بتاحتك وايه الاعمده اللي ظهرت مثلا من دور الجراوند وايه الحاجات اللي مش مكمله طيب هقول ندولاتي ماتيريال تيك اوف ده حصر ده الماتيريال هتقول له مثلا انا عايز الماتيريال بتاعت الول وتبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايزها طبعا انت مركز على الماتيريال هنا تبدأ تختار كل الماتيريال اللي تفطهت وتقول له اوكي تبدأ تجيب لك كل الاعمده اللي موجوده هي طبع عزلة التشتبار وهكذا كل الماتيريال اللي انت محتاجها في الماتيريال طبعا القائل اللي دي كلها شرحناها فمش محتاج ان احنا نعيد ونزيد طيب بعد كده هتلاقي الشيت لست اللي انت عايز الشيت لست اللوحات اللي موجودة عندك في المشروع هتبدأ تطلع مثلا الاساسي معك الشيت نيم والطريق بتاعها والشيت نمبر وممكن تحط بقى المصمم والديزاين وهكذا تشوف ايه الخانات اللي انت عايز تظهرها فابدأ اعمال لك جادوال بي الشيتات لو انت عايز جادوال بي البيوز هتختار وتدع بقى تعمل بحيث ان انت تشيل حيث اللي انت عايز فابدأ اعمال لك جادوال بي كل البيوهات وسهل جدا ان انت تجي هنا وتعدل المعلومة اللي انت عايز حتى في الشيت مثلا بتقدر على طول تغير رقم فده بيبقى سرع ان انت تغير شيتشيت وتفتح شيتشيت تمام البراؤس ارجونيزيشن بيبدأ نظام لك اللوح لو انت حادت مثلا هاسميها مثلا سكادوال بتقدر تقوله بقى انا عايز اعمل مثلا جروبينج من خلال مثلا الكاتيوجري من خلال الفيس روك هاسموك تقوله مثلا انا عايز اعمل فلتر وهكذا بيبدأ هو ياسموهم لك زي ما نشاهد طيب بعد ما خلصنا حصر تمام تقدر تختار الاسكادوال اللي انت عايزه اقوليكم مثلا الروس كادوال وقت يجي هنا تقوله اعمل لي سبورت ريبورت اسكادوال هيبدأ يتلع لك الاسكادوال بس نتلعه TXT تمام دي من الحاجات الغبية وما بيطلعهمش ما بيطلعهمش كلهم مرة واحدة لازم جادوال جادوال دلوقتي هقوله افتح لي الافسل في ادنس كتيرة بيتحل لك المشكلة ديت بتخش على الموقع أبس بتاع اوتو ديسك وتحمل الادوات كتيرة جدا مجانية بتصدر الاسكادوال بشكل محترم بتصدر الاسكادوال هقوله اوبين وقوله من الكمبيوتر منع الديسكتوب هقوله ده اول فايل بتصدر الاسكادوال هقوله محتوم بالتاريخ وقوله اوبين بقوله افتح حمد ناكست بقوله ايه هتخلي دفس دفس في عمود وزاب عمود بنان على ايه؟ بنان على التاب يعني لو في رقم وبعدد نتاب هو هذا اللي نختار هقوله فنش ببدأ من الاسكادوال فهتقدر بعد تتزبط شكل الاسكادوال زي ما انت عايز وبعد كده هتقوله فايل سيف از سيفولي كاكسل طبعا اكس الاس او اكس الاس اكس لو الازدارة حديث ما فيش مشكلة المهم انهو خلاص تحول الاسل فتقدر تفتح زي ما انت عايز في كزا ادنس موجودة بتعمل شغل حلو قوي وتستورد وكلهم مجانين مكثوم شو ايه مشكلة خلاص كذا بخلصنا الاسكادوال واذا ينام نحصر وان شاء الله نكمل في الدوث الجابس